السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد ورمضان كريم علينا وعليكم بالخير والبركات وكل عام وعليكم بخير لدي الليلة تقرير يتحدث عن أحد أعظم قادة اليمن في التاريخ المعاصر هو قائد استثنائي بحق استضاع بحكمته وذكائه وارتباده القوي بالله أن يلفت نظر العالم إليه هذا التقرير بعنوان صحافة غربية قائد أنصار الله يعامل كأنه غيفار العصر وصوره تعبر القارات الخمس واسمحوا لي أن أقرأ لكم هذا التقرير الذي يقول لا يزال الموقف اليمني الذي اتخذته حكومة صنعاء من الحرب الإسرائيلية على قضاء غزة يتسطر اهتمام العالم إعلاميا وسياسيا وعسكريا كونه الموقف الوحيد الذي تجاوز حدود بيانات الاستنكار والإدانة إلى إجراء عملي تمثل في حضر الملاحة على السفن الإسرائيلية والمرتبضة بإسرائيل حتى تتوكف حرب الإبادة الجماعية في غزة وينفع الحصار عن القضاء وتمكنت قوات صنعاء فعليا من فرض حصار بحري على إسرائيل وخلال هذا الحظر استهدفت عشرات الصفن التي كانت متوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية واجبرت على تغيير مساراتها وهو من عكس سلبيا على السلع الأساسية التي كانت تأتي إلى إسرائيل بحرا بل وعطلت موانئ بل وعطلت موانئ كانت فيما مضى لا تكاد تتوكف حركة الصفن منها وإليها أما في الجانب العسكري فقد أظهرت القوات اليمنية التابعة لحكومة صنعاء مهارات وقدرات فاجأت العالم واستضاعت امتلاك منظومات صاروخية وطائرات مسيرة ذات كفاءة عالية حيث تمكنت من إغراج صفن وجعلت القضاء الحربية التابعة للتحالف الأمريكي البريطاني في حالة خطر دائم كما أن الغارات التي تشنها الطائرات الأمريكية والبريطانية على مناطق حكومة صنعاء لم تتمكن من وكف هجمات الحوتيين في البحرين الأحمر والعربي ولم تستطع إضعاف قدراتهم العسكرية وفق ما تعلنه الدولتان الغربيتان عقب كل جولة من غاراتهما على اليمن ومن ظن الاهتمام الإعلامي المتصاعد بعمليات الحوتيات الحوتيين العسكرية ضد السفن الإسرائيلية وفشل التحالف والبريطاني الأمريكي في وكفها قالت صحيفة فوكس نيوز الأمريكية إن حركة أنصار الله الحوتيين في اليمن التي لم يكن يعرفها سوى القليل من خارج الشرق الأوسط حتى بضعة أشهر مضت كتحققت من خلال عملياتها العسكرية في البحر الأحمر ضد الملاحة الإسرائيلية والسفن الأمريكية والبريطانية شهرة عالمية وأظهرت أنها قادرة على ضرب قلب الرأسمالية العالمية بينما تقاتل أقوى الجيوش في العالم قائل حركة أنصار الله السيد عبد الملك أصبح محط أنظار العالم واهتمامه أيضا حيث ذكرت مجلة The Atlantic الأمريكية أنه قد يكون الشخصية العامة الأكثر شعبية في الشرق الأوسط منذ بدأت كفات صنعاء مهاجمة السفن الإسرائيلية والمتوجهة إلى موانئ الاحتلال دفاعا عن غزة والشعب الفلسطيني وقالت المجلة إن الحوتي يشبه ويعامل مثل تشي قيفار العصر الحديث وتمت مشاركة صوره وخضاباته على وسائل التواصل الاجتماعي عبر القارات الخمس مضيفة أن عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لصنعاء جعلت أنصار الله أبطالا بالنسبة للشباب العرب والمسلمين الذين يعتبرون القضية الفلسطينية قضيتهم الأولى والمركزية حتى أنهم حققوا نجاحات بين التقدميين الغربيين الموقف اليمني المساند الشعب الفلسطيني جعل أنظار العالم أكثر تركيزا على حرب الإبادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قضاء غزة وكشف حجم التواضع والدعم الأمريكي والغربي عموما لإسرائيل من أجل المزيد من القتل للفلسطينيين رغم أنهم يروبيون رواية أخرى تقدمهم كدعاة سلام لكن حقيقة دعمهم لإسرائيل أخرجت الكثير من مسؤوليهم وشخصياتهم الاعتبارية عن صمتهم وأعلنوا رفضهم لما تفعله إدارة بايدن فيما يتعلق بدعمها غير المحدود لإسرائيل السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز قال إن حكومة بلاده متواطئة مع إسرائيل وأن جهود بايدن في قضاء غزة لا تزال غير كافية وغصف الوضع في القضاء بأنه إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في التاريخ ونقلت شبكة CNN عن السيناتور الأمريكي قوله من الخضاء منح حكومة نيتنياهو عشرة مليارات دولار أشكركم على حصر المتابعة والإصغاء ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وتكبلوا خال الصحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته